أنا عندما أرد على القائلين بالصدفة أجد أن العلماء يقولون علماء الفيزياء يقولون إنك لو حبيت إنك تشوف زرة زرة من الزرات الموجودة على رأس دبوس دبوس إبرة فأنت تحتاج إلى تكبير رأس الدبوس حتى يصل إلى حجم الكرة الأرضية خد بالك حتى يصل إلى حجم الكرة الأرضية في هذه الحالة ستجد الضرة بحجم كرة القدم يبقى لو كبرت رأس الدبوس حتى تصل إلى حجم الكرة الأرضية ونظرت إلى الضرة إلى الضرات الموجودة على رأس الدبوس ستجد أن الضرة في حجم كرة القدم فإذا أردت أن تكبر كرة القدم هذه حتى تصل إلى حجم ملعب كرة قدم كامل ستجد أن النواة في حجم حبة غبار في هذا الملعب نواة الضرة في حجم حبة غبار في ملعب كرة قدم اللي هو بيمثل حجم الضرة كله طيب لغاية دلوقتي تمام اسمع بقى المفاجأة ووجدوا أن 98.8 من 10 98.8 من 10 من كتلة الضرة الكتلة يعني تقريباً يعني تقريباً كده وزنها يعني 98.8 من 10 من كتلة الضرة في النواة في حبة الغبار دي في حبة الغبار فيها 98.8 من 10 من كتلة الضرة يعني الوزن لو تعرض الجاذبية الكتلة اللي هي إيه اللي هي المكون المادي الكتلة المادية في الضرة موجود منها 98.8 من 10 فيها حبة الغبار و 1.2 من 10 في المية فقط في باقي حجم الضرة اللي هو ملعب كرة القدم اللي هو فراغ اللي هو فراغ قال العلماء لو اختلفت كتلة النواة بالنسبة لبقية الضرة يعني زادت أو نقصت بنسبة واحد على واحد على واحد وقدامه 17 صفر شوف واحد وعلى واحد وقدامه 17 صفر يعني يعني نسبة لا تكاد لا يكاد العقل يحيط بيها من دقة لو اختلفت الكتلة في النواة عما هي عليه الآن زيادة أو نقصانا بهذه النسبة الضئيلة جدا لما قامت للمادة ولا للكائنات ولا للحياة قائمة ما كانت تصلح الضرة أن تكون البنية التي تبنى منها الأشياء نهائي لو اختلف لو اختلف مقدار كتلة النواة بالنسبة لبقية الضرة بهذه النسبة الضئيلة جدا والسؤال الذي يطرحه العقل كيف كيف تكون ضرة بهذه الدقة من الصغر لو كبرت رأس دبوس إبرة حتى وصل إلى حجم الكرة الأرضية فإن الضرة على رأس الدبوس ستكون بحجم كرة القدم ولو كبرت كرة القدم حتى تكون بحجم ملعب كامل لكرة القدم لوجدت النواة نواة هذه الضرة كحبة الغبار في هذا الملعب وستجد أن 98 و8 من 10 من كتلة هذه الضرة في هذه الحبة من الغبار يعني في النواة و1 من 10 من كتلتها في بقية كل هذا الحج وهو عبارة عن فراغ ولو اختلفت النسبة بدرجة تصل إلى 1 على 1 وقدام 17 صف لو اختلفت كتلة النواة بالنسبة لبقية الضرة بهذه الدرجة الضئيلة جدا لفسدت الضرة وفسدت المادة وما قام لهذا العالم قائمة أسأل سؤالا كيف تكون الصدفة هي التي أنتجت هذا الإبداع كيف تكون الصدفة والعشوائية هي التي كونت الذرة والمادة على هذا النحو من التصميم الدقيق المتناهي في الدقة العقل يرفض تماما مثل هذا الكلام الفارغ الذي يعني إن صدقه الإنسان فهو أقرب إلى الجنون منه إلى العقلانية فلا يمكن إذن أن نركن إلى القول بالصدفة لوجود مثل هذه الظواهر المبهرة في الكون والتي تدل على أن الكون منظم تنظيما دقيقا لا يمكن للصدفة أن توجده على قاعدة أن الصدفة لا يمكن أن توجد شيئا منظما ترجمة نانسي قنقر